وفيها باسكت لأن الحقيقة ماتش الباسكت النهاردة العودة تقريبا من شيء بالمستحيل أنت خسران بما يوش بالاكتساح الماتش اللي فات لحد 60% من الوقت أنت متأخر بفارق كبير ولكن رجال الأهلي تذكروا أسميهم تذكروا اسم النادي الأهلي واستطاعوا أن يقلبوا التأخر إلى عودة ثم تفوق كاد أن يحسمه الأهلي في الوقت الأصلي لكن ليه لازم نتعذب أنا وإنت ونقعد نستنى وقت إضافة فقعدين بره جماعة وإحنا بنقول بقى ما هي لو كانت عايزة تمشي كانت تمشي في الوقت الأصلي ولكن يأتي النادي الأهلي ليلقي بكلماته في الوقت المناسب عودة رائعة ليضرب موعدا مع برضو يعني ما يشبه المفاجأة أن اسموحة تقسي سبورتينج وتصل إلى أيضا طب هي المباراة خلصت 85-79 وزي ما أنت بتقول فيها يعني الدراما عالية جدا لا ملحمية والاتحاد منافس قوي جدا وكان كسب المباراة الأولى إنما النهاردة ولاد الأهل الشباب ما شاء الله يعني الشباب تحت 18 كرروا الفوز كان المباراة الأولى كسبه 79-56 النهاردة كسبه 63-57 يعني المباراتين فوز كسح لشباب الأهلي وبالتالي كانت درع على الفريق الأول الفريق الأول خسر المطشي اللي فات وزي ما المهان سعاد لي قال كان فرق سكور كبير النهاردة الحياة مباراة مباراة فيها ميلو دراما عالية قوي 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 إلى أن انتهت 85-79 سموحة كمان أقصى سبورتينج عشان يصعد الأهلي وسموحة لنهاء دور المرتبط لسه التحاد السلة محددش موعد المباراة النهائية لكن أعتقد أن أنت بدأت تستعيد بقى بطولات الموسم اللي فات على المستوى الفردي والدفاع أفضل نسبية درماكي لكن عايز أقول حاجة برضو مستوى النادي الأهلي هو النهاردة واحدة من أفضل المطشيات لأن الاتحاد برضو ده الاتحاد السكنداري يا جماعة وستنادي كمان الاتحاد بادي كويس قوي فأنت بعد ما خسرت موطشين سبورتينج والناس تشأمت استطعت أن تكتاز الزمالك استطعت أن تكتاز الاتحاد السموحة ودلوقتي اكتازت الاتحاد مشيت في الطريق الصعب وصولا إلى المباراة النهائية أمام سموحة ولكن أنت ذكرت المرتبط إحنا يعني لازم نشيد بهذا الفريق ما خسرش مباراة طول البطولة هو كان العنصر دائما المرجح ودي المحتار بتاعنا ساعات يدي أمارات كده عشان الناس كلما تتساءل يقول لهم لا أنا موجود مباراة طيبة 85-79 نتيجة كويسة في المكسر طايم في ظروف الماتش النهاردة كمان بس الظاهرة الملفتة للنظر الفري شوتس اللي بنضياحه كتير قوي رميات الحار ومن لعيب أكبار يا رب نسترد نسترد مستوانا لأن البسكت كان عامل موسم خرافي نرجو تكراره هذا الموسم إن شاء الله هو المباراة النهائية تتلعب في صلة الدكتور حسن مصطفى في القاهرة في مدينة 6 أكتوبر حسب لايحة البطولة يعني لايحة البطولة إنه السيم الفاينال في برج العرب والفاينال في القاهرة أيا كانت أطراف المباريات فحنشوف التحاد السلة يحدد معاد الفاينال يبقى إمتى إن شاء الله مبروك لرجال كرة السلة وأعتقد أوجست بوش يعني لما غاب عن المطشي اللي فات وفي المدرج بيفرق كتير لا مؤسر مؤسر ولو إن الجرحي يعني قاد المباراة تانية بتاعت الزمالك بشكل رائع لكن أيضا ما هو أنت قعدت الكوتش وهبته أم